السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم مع الدرس السابع من دروس العناية بالقدم السكري واللي بنقدمها لكل مرضى السكر والغير مرضى السكر. معكم الدكتور طاري تركيس شاري افتراحة العزام والعناية بالقدم والقدم السكري. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا جدا جدا. ايه هي الاسباب والعوامل اللي بتساعد في حدوث القدم السكري عند مريض السكر. اتكلمنا في الدروس اللي فاتت عن حاجات اخدناها بالترتيب. وصلنا لغاية الدرس بتاع النهاردة اللي هي الاسباب والعوامل المساعدة لحدوث القدم السكري. طبعا اهم سبب في حدوث القدم السكري هو عدم انضباط السكر في الدروس. اما نتيجة ان العلاج اللي المريض بياخده مش مناسب او اما المريض بياخد العلاج متقطع او المريض ما بياخدش العلاج قالص او المريض بيلغبط في الاكل او المريض ما بيلتزمش بالحمية وبالرياضة وبالتالي يؤدي الى تلات اشياء مهمين. تلف الاعصاب الطرفية وهو بداية كل المشاكل اللي في الرجل. مشاكل في الجلد. مشاكل في المناعة. مشاكل في الكلى. وكمان مشاكل في اللي هو الدورة الدموية الطرفية. كل ده ممكن يسبب القدم السكري ومشاكل في القدم. طيب. حنشوف الاسباب الرئيسية اللي بتادي الى القدم السكري عند مريض السكر. زي ما احنا قلنا. السبب الاساسي اللي هو نقطة نقطة الهرم عدم انتظام السكر. وطول فترة السكر اكتر من عشر سنوات. فيادي الى ضعف في الدورة الدموية الطرفية وضعف في الاعصاب الطرفية ويحصل تورمات وجلد ميت واصابات. كل دول الاسباب الرئيسية. خمس ازباب رئيسية مهمة لمرضى السكر ان يحصل في رجليهم قدم سكري. ضعف الدورة الدموية. ضعف الاعصاب الطرفية. التورمات والوزمات. الجلد الميت. الاصابات. وزي ما احنا شايفين. الحاجات دي كلها هي اللي بتسبب الخمس ازباب الرئيسية للقدم السكري. في عوامل مساعدة. زي التدخين ارتفاع الدهون والكلسترول. مشاكل الكلة والقلب والضغط. السمنة المفرطة. قلة الحركة. الجلوس مدة طويلة. قلة المناعة. وضعفها. كمان. لخبطة في الاكل. عدم التقزام بنظام غذائي معين. عدم اخذ العلاق في وقته. اي دي العوامل المساعدة ان الكوليسترول الزايد والدهون. التدخين. الضغط. السمنة. ومشاكل في الكلاه والدهون. عوامل مساعدة موضعية. زي التشوهات اللي في القدم. السكر نفسه بيسبب تشوهات في القدم زي ما اتكلمنا في درس صابق. لانه بيأثر على الاعصاب الطرفية المسؤولة عن الحركة. بيحصل تيبس في الاوطار والمفاصل. الحزاء الدايق او الغير مناسب. المشي حافي. قص الاضافر والعناية الخاطئة بها. تقص الدوافر بطريقة غلط. او شد جلدي اللي هو بيبقى موجود ما بين الاطراف الاضافر. تعرض القدم للسخونة والبرودة. يحط لك رجله عند الدفاية. او بعيد عن الدفاية بشوية. قد انت رجلك حساسة. حتتأثر بسهولة. او يمشي على مكان بارد. او على سراميك بارد. وجود الفطريات في القدم. لو احنا شفنا دي الاسباب المشي على المشي حافي على الرمل وعلى البلاط حتى في البيت. المشي حافي ممنوع. ولو حتى بشراب. ممنوع يقولك انا مامشي بشراب يا دكتور. ايه يمشي بشراب? وانت يمشي الشراب ده معانا ان الشراب ده هيحمي رجلك من الحاجات اللي موجودة على الارض. تلازم تلبس حزاء حتى جوه البيت عشان يحفظ لك رجليك. مش يحفظ الرجليك من تحت حتى الاطراف حتى من قدام حتى منورة. عشان ما تتصدمش بشيء. متتصدمش بشيء حاد او كعب يتخبط في شيء. كل دي مهمة جدا. فلازم رجليك تكون جوه شيء يحافظ على رجليك من كل الجوانب من تحت من فوق من 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 اللجناب. الاحزية الغير مناسبة والاحزية الكعب العالي زي ما احنا شايفين. وخصوصا ييجي مرضى السكر لك احنا بنلبس الكعب بس في ايام في المناسبات او في العزايم او في الاعياد او في الخروجات. ده غلط. اشوف هنا هالتشوهات اللي موجودة. التشوهات اللي موجودة. اه كمان الفطريات كمان قص الدوافر بطريقة غلط وعدم العناية بالقدم. طيب في عوامل وظيفية بتساعد على حدوث القدم السكري. اللي هي ايه? الاعمال اللي بتتطلب ابتداء احزية سقيلة. زي البنيين والشغلين في المعمار وطول فترات الوقوف والمشي اللي بيقى فترة طويلة او بيمشي فترة طويلة في اعمل ايجاد للرجل. العمل في الحقن هو المناطق الوعرة. المناطق الايه منقفضة والعالية. المواد اللي فيها كيمويات الوقوف على الارض السخنة او البردة. المناخ الرتب. الاشواك والمصامير والدبابيس. وديت بعض من الحاجات اللي احنا بنشوف هاي العوامل اللي بتساعد في اثناء ال ايه? الوظيفة. عوامل اخرى بتساعد على الحدوث القدم السكري. منها المناخ والحزاء. المناخ الحار بيشجع الناس تلبس احزية وصنادر. وده غلط. الاحزية والصنادر غلط. لان رجلك بتكون مكشوف. خصوصا الشباشب اللي بيبقى ليها صابع وتخش ما بين الصابع الاول والتاني. فدي ممكن تقطع الصابع. دي ما بتحميش الرجل خالص لو بتحميلك لا من الاصابة ولا من الحر او الجفاف. كمان ان الحزاء بيحافظ على الرجل من الجفاف وده شيء كويس. السكر نفسه بيعمل جفاف. فانت لو لبست شبشب او لبست صندل هتزيد جفاف القدم. فتتعرض القدمين للالتهاب. الصندل والشبشب زول فواصل من قصبين قد يسبب جرح الاصبع ويسبب منعطات. العادات زي المشي حافي منتشر كتير في القرى وكون عادة اول مشي على الشواطر حافي. التعليم والوعي وليل في بعض المدن وهو بعض البلاد. الاعلام ودوره في الوعي وارده الاعلام. مفيش برامج توعوية عن القدم السكري. انا ما شفتش برامج موجودة في التلفزيون عن القدم السكري والعناية مع انه موضوع مهم جدا. الموضوع بيهم اكتر من خمسة ستة مليون مريض في السعودية. اكتر من 11 مليون مريض في مصر. اكتر من تمنى الشعب الخليجي او اذا كانش اكتر مصاب بالسكر. تخيل ان الجماعة دول كلهم مفيش برامج بتقولهم ازاي تهتموا برجلكم. طب الشعب اللي منتشر في بعض الدول ودم. وده بقى اسوأ شيء انا شفته. زي الكاوي والحجامة والاعشاب اللي بيحطوها على جروح. ودي بتسبب الى تدخل القدم بتدخل. لانه ممكن تقفل الشرايين. وتسبب ضعف جديد جدا في الدورة الدمية. وتسبب الى حدوث غير جارين. كما ان الاعشاب دي حتى لو فيها اه خلفية شعبية خلفية اه عادات وتقاليد. ما عندناش مشكلة او حتى لو حتى الاعشاب دي فيها فايدة. لكن الاعشاب دي غير اه معقمة. انت بتجيب اعشاب من عند قبيب الشعب او من عند بتاع الاعشاب وتحطها على الرجل وهي غير معقمة. فيها طراب فيها ميكروبات فيها بكتيريا. فتسبب الى تدهور الجروح. العض من بعض القوارد زي في الريف اللي بيكثر في الاماكنة الزراعية واللي فيها الرعاية الصحية لينة. كده يبقى انها انتهينا من الاسباب والعوامل اللي بتساعد في حدوث القدم السكري عند مريض السكر. الدرس اللي جاي برضو درس مهم جدا وهنعرف فيه ازاي السكر بيأثر على القدم. تمام? ده من الدروس المهمة واللي بحبها جدا علشان مريض السكر يعرف ازاي السكره بيأثر على رجليه. اذا عندك اي استفسار واي حد عنده اي استفسار او سؤال او اقتراح او اي شيء ممكن يتواصل معي مباشرطا على رقم الواتس. زيرو زيرو اتنين آآ زيرو احتاشر اتنين ستة ستة اتنين تسعة اتنين سبعة واحد. آآ طبعا ياريت الفيديوهات زي ما اتكلمنا تنشروها لكل اللي عندكم علشان الناس كتير تستفاد منها. مرض السكر يعرفوا ازاي يعتنوا برجليهم وبالتالي احنا نحافز عليهم ونحافز على رجلهم ونحافز على آآ نحافز عليها بدل ما يحصل لها بتر. آآ الدروس طبعا آآ في سلسلة من الدروس هنقدمها. ممكن توصل لحوالي تلاتين درس. كل درس بيقدي الى الدرس اللي بعديه هتفهم اكتر لغاية ما نوصل للدروس اللي فيها ازاي تحافظ وازاي تعتني وازاي تقي رجليك كمريض سكر من مشاكل القدم السكري. لو الفيديو اللي قدامك ده عجبك وحابب تساعدنا في نشره هتلاقي تحت الفيديو آآ تعليق ممكن تحط تعليقك ممكن تعمل لايك آآ حتى ممكن ازا انت مش مشترك في القناة هتلاقي رابط الاشتراك في القناة موجود تحت الفيديو. كمان آآ ازا حبيت آآ تشوف فيديوهات تانية خاصة بالقدم السكري وبعنايب القدم السكري. حاطيني احنا فيديوهات كتيرة هتلاقيها موجودة برضو تحت الفيديو. آآ ممكن تنشر الفيديوهات آآ اما في الواتس او في الفيس او عن طريق الروابط اللي موجودة تحت الفيديو اللي بتساعدك على ماشر الفيديوهات. كم معكم دكتور طارق تركي. شارع جراحة العزام والعناية بالقدم والقدم السكري. اتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.